ازايكم عامين ايه؟ النهاردة عايزين نتكلم بتفصيل اكتر عن الانتخابات بنظام القوائم في مجلس الشعب 2020 اتكلمنا في فيديو صابق ان في نوعين من انواع القوائم القايمة الكبيرة ودي لما انت بتعلم عليها انت بتنتخب 100 مرشح مرة واحدة والقايمة الصغيرة بتنتخب فيها 42 مرشح وزي ما قلنا في قايمتين كبار واحدة فيهم مخصصة الدايرة في الصعيد والتانية الغرب الدلتة والقاهرة اما القايمتين الصغيرتين فواحدة فيهم لوسط الدلتة والاخرى لشرق الدلتة والانتخاب بنظام القوائم وظيفته الاساسية انه يضمن اشتراك جميع طواقف الشعب في البرلمان لان كل قائمة من دول لازم تضم جميع طياف الشعب داخلها فعلى سبيل المثال قائمة المية لازم يكون فيها 6 عمال وفلاحين وتسع مسيحيين وستة شباب وتلاتة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتلاتة من المصريين المقيمين في الخارج وعامة لازم يكون في القايمة دي 50 مرأة اما قائمة ال42 لازم يكون فيها 2 عمال وفلاحين تلاتة مسيحيين اتنين من الشباب وواحد من ذوي الاحتياجات الخاصة وواحد من المقيمين خارج مصر ولازم يكون في هذه القائمة 21 مرأة والتنوع ده بيضمن في الاساس ان كل فئات الشعب يتم تمثيلها في البرلمان القادم يا رب الفيديو يكون عجبكم ياريت تعملوا سبسكرايب وشير واشترك في القناة لو حابب تزود الثقافة القانونية بتاعتك بشكل مبسط سلام واشوفكم على كل خير